الخبر اول اللي عادنا على المتابعين يا حبايب وكشفهم الحقيقة قمر الطائي واخفاها الاسم نور مار بشكل صادم يا حبايب من التعليقات اللي عادها على القناة باسم من الاشخاص اللي سنوعة السبب في الصراحة مادر ولكن يمكننا نقعد صور حاليا ميلانا وهي تحبه وتغار عليه مادر صراحة باسم الاشخاص اللي سنوعة الدليل فندخل على اخر مقطع نزلت القمر الطائي ونزل بها التعليقات ونكتب اسم نور مار بهذا الشكل يا حبايب وروح لكلمة الاهدث اولا روح نفض تعليقي وتعليق الاشخاص اللي علق ورايب ما حفظهم زين روح نغير الحساب عم نشوف اللي التعليق سيطلع للناس او لا با مغنى الحساب يا حبايب ونزل نبيع التعليقات وروحنا على كمهة الاحدث اولا رح شوف انه تعليقي مظهر ونما تعليقها دول اشخاص الثانيين ظاهر لان قمر طائي يا حبايب استخدمت ميزة باليوتيوب اللي هي تخفي اسم اي شخص متري دا يطلع عندها بالتعليقات فكتبنا يا حبايب بالكومنتات شو توقع السبب لخلق قمر طائي تخفي اسم نور مار من التعليقات اللي عادها ننتقل حالياً اميرا الياسينية حبايب والعملية اللي قمت بشكل صادم واللي هو تكبير الشفايف في نزلت هذا الستوري قد ما هي تكبر شفايفها كانت هذا الشكل يا حبايب بعدين نزلت السوري ثاني تبين بي انه هي كبرت شفايفها والحطوكم الستوريات اللي قالت بها تكبير الشفايف طبعاً هذه الشي كان يتضواج محمد الحبيب السابق يا حبايب اكتب ملي بكومنتات شركوا بحركة اميرا وشوفوا الستوريات مالتها بس انا عملت شفايفي فيلر وكماني عملت تنظيف بشرة طبعا انا كمان ما ليحاط شاعر لوجهه اوادا يعني هيدا كله نتوه متل ما بيقوه روح علي الفضايحة يا حبايب اللي انتشرت على لانا انه هي كانت تحتي على النورمار قومة التقوية الصراحة بوجهة نظري كلامي قالت لانا كلام عادي مكلم كبير عن النورمار ولكن للبعض من فانزات قمرطايا يا حبايب يسوون هذه الاشياءات على ما يخلو النور يرجعوا يا قمرطايا لان حبوهم ويا بعض ايكو رحطوكم اللقطات تابي نورمار اتمنى تشيلوني مزيتو لانه مضر حدا هم الا اللقش في الجبايب ايكو انكتبونا بالكومنتاج شاركوا بها كلام وننتقل حاليا يا حبايب القمرطاي والبث المباشر اللي تشاند سئلو بيها من هو حاليا اكثر شخص صديق ومقرب الها فببث المباشر يا حبايب بدأ تقول ان كل فترة يكون لها صديق معين قريب الها ولكن بالوقت الحالي اللي هو مرتضار كان اكثر شخص قريب الها عاكو رحطوكم هذي اللقطات يا حبايب البث المباشر شوفوها تانكيو قبعة شكرا قبعة البست فنت عاني شوفوا ايه ما عندي بست فنت ثابت لايك ثابت بس ممكن اقول اقرب شخص قليب بفترة يعني يعني كل فترة يكون اقفل قلب قليب هالفترة ممكن مرتضار بس بست فنت ثابت مع عندي يعني كل فترة الشخص معاني يصير خريب قليب قليب وبالختم يا حبايب عن الصبا وهذا الفيديو الانتشار عنها اللي هي تقول انه تكره محتوى انس الشايب ولكن تحبه كشخص ولكن كمحتوه هي متحبه رحطوكم اللقطة شوفوها مش ما بحبه بس ماتها ما بحب الكونتنت الكونتنت اه وبدون ما حد يهجم علي عادي في ناس برضو ما تحب الكونتنت تبعين سمين عادي انس الشايب اردني هو اه يعني انا انس كشخص بحبه بوصل لحباب نوصات المقطع فجروا مقطع بلايكات وبس تشاريكوا فزين من قبل بمكتل القصص احبكم مع السلامة